طوال سنوات مضت من عمر الصراع في سوريا لم ترى أي مؤشرات تذكر على تحول محتمل في الموقف التركي من النظام السوري إذ كان موقف أنقرة شديد الوضوح في دعم الثورة السورية في سعيها لإسقاط نظام الأسد غير أن الأيام الماضية حملت من المفاجآت ما أدهش كثيرا من المتابعين للسياسة الخارجية التركية بدأ الأمر بتصريحات لوزير الخارجية التركي مولود شاووش أغلو كشف خلالها عن محادثة قصيرة مع نظيره السوري فيصل المقداد على هامش اجتماعات حركة عدم الانحياز بالعاصمة الصربية بلغراد قبل عشرة أشهر لتتوالى التصريحات من مسؤولين وسياسيين أتراك عن حوار محتمل بين أنقرة ودمشق قد يعيد العلاقات المقطوعة بين الجانبين منذ بداية الأزمة قبل أحد عشر سنة مضت وسريعا تطورت الأمور حتى بات الحديث عن مطالب متبادلة من دمشق وأنقرة لتطبيع العلاقات بينهما فمطالب تركية تتعلق بضمان القضاء على التهديدات الأمنية التي تمثلها الميليشيات الكردية التابعة لحزب العمال الكردستاني في الشمال السوري واستكمال التسوية بين المعارضة السورية والنظام والعودة الآمنة للاجئين ومطالبات من نظام الأسد على رأسها تسليمه محافظة إدلب والمعابر الحدودية مع تركيا وبعيدا عن حقيقة أن حوارا سياسيا رسميا بين الجانبين لم يبدأ بعد فإن محللين ذهبوا إلى القول إن المبادرة التركية تأتي في سياق تحولات استراتيجية في السياسة التركية تحولات شملت تطبيع العلاقات مع دول عربية عدة بعد تضررها في السنوات السابقة بسبب تباين المواقف من ثورات الربيع العربي في المقابل يرى آخرون أن الحراكة التركية نحو دمشق يتسق مع تحولات مرحلية في ظل حالة إعادة التموضع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط واستتغير معادلات القوة في العالم وإعادة رسم خرائط النفوذ بين القوى الكبرى والإقليمية بما يستوجب إعادة ترتيب الأولويات السياسية لكل دولة وهو ما يحدث ليس فقط في تركيا وإنما في أكثر دول المنطقة